بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وعمل بالسنة لهم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يخبر سبحانه وتعالى أنه لو كان لكل نفس من الذين ظلموا وظلموا ظلموا أنفسهم وظلموا وضعوا الأمور في غير محلها الظلم ووضعوا الشيء في غير محله وأعظم الظلم الشرك لأنه وضعوا العبادة التي هي أشرف الأعمال أعمال الإنسان أشرف أعمال الإنسان هي العبادة يضعها في من لا يستحق في غير الله تبارك وتعالى فهذا الظلم العظيم إن الشرك لظلم عظيم هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وكفروا وجعلوا بدل من طاعة الله تبارك وتعالى جعلوا الطاعة للشيطان لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه كل منهم لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة إذا رأوا العذاب السيء يوم القيامة من النار والحميم وصنوف الإهانات عند ذلك لو طلب من أحدهم لو كان له مثل الأرض ذهبا أن يفتي به يقدمه قال جل وعلا وبدى له من الله ما لم يكونوا يحتسبون ظهر لهم لهؤلاء الكفار من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما لم يكونوا يظنونه أن يكون الأمر على هذا النحو كانوا يظنون في الدنيا بالله تبارك وتعالى ظن السيء لهم ظنون سيء بالله أنه لن تكون هناك قيامة لن يكون هناك حساب ولا بعث ولا نشور فإذا الأمر مختلف ظنوا أنه لو كان ثم بعث ونشور فإن الله تبارك وتعالى سيكرمهم في الآخرة كما أكرمهم في الدنيا كما قال قايلهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن والثاني الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة يعني على فرض هذا فالمكرم عندهم في الدنيا سيكون مكرما في الآخرة فيظهر له بعد ذلك أن الله أخذه بشدة وعمله بكفره وأنزل فيه عقوبته فظهر له من الأمر ما لم يكن يحتسب وبدأ لهم سيئات ما كسبوا ظهرت لهم سوء الحق للذي كسبوه لأنهم يعرفوا فضاعة الجرم لا يعرفون فضاعة جرمهم إلا بيوم القيامة ولذلك يلعنون أنفسهم ويسخطونها ويقولون الإيمان كان فيه متناول اليد يعني في الدنيا ولكن تركناه ويظهر لهم يعني عظيم نكرهم وجحودهم وشركهم بالله تبارك وتعالى قال جل وعلا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم أهلكهم وأحاط بهم من كل مكان هذا العذاب الذي كانوا يستهزئونه هذا الذي كانوا يستهزئون به النار والحساب والعقوبة كلها أهلكتهم وأصبحوا في داخل النار ثم قال جل وعلا فإذا مس الإنسان ضر دعانا هذا حال الإنسان أنه إذا مسه ضر للإنسان الكافر فإنه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكوى وبالدعاء دعانا أي لضره الذي نزل به ثم إذا خولناه نعمة منه أخلفه الله تبارك وتعالى بعد هذا الضر نعمه وعطاه نعمة منه عافية بعد المرض وغنا بعد الفقر ونجاة بعد تحقق الهلكة قال إنما وتيته على علم يعني إن الذي عطيته هذا وخولنيه والذي خوله الله تبارك وتعالى إنما أخذته على علم على علم منه هو يعني من هذا العبد الكافر أو على علم من الله أنه يستحق هذا قال جل وعلا بل هي فتنة إنعام الله تبارك وتعالى على العبد في هذه الدنيا فتنة اختبار لينظر هل يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أم لا ولكن أكثرهم لا يعلمون قال جل وعلا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد قالها نفس المقالة هذه أنهم بحظهم ونصيبهم وإبداعهم قد نالوا ما نالوا من حظوظ هذه الدنيا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون سؤال يراد به يعني النظر والاعتبار والاتعاذ ما الذي أغنى عنهم يعني عن هؤلاء السابقين ما كانوا يكسبون والحال أنه لم يغنى عنهم شيئا فإنهم قد أتاهم يعني عذاب الله تبارك وتعالى واستئصاله فأصابهم سيئات ما كسبوا في هذه الدنيا أصابهم هذه السيئات يعني عقوبة هذه السيئات أصابتهم في الدنيا قال جل وعلا والذين ظلموا من هؤلاء من هؤلاء العرب المشركين سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين لن يفلتوا الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما علموا هذا وهذا أمر مشاهد قد رأوه فإن الله فإن بسط الرزق وتضيقه وإنما هو يعني بعطاء الله تبارك وتعالى ومنعه فالله هو الذي يبسط الرزق يوسعه سبحانه وتعالى على من ينشاء ويضيقه على من ينشاء وليس الرزق الذي يوزقه الإنسان بأسباب محددة بل إنه قد لا يبذل بعض الناس سببا ثم تأتيه يعني رزق عظيم جدا وبعضهم يكون قد بذل كل الأسباب ولا يأتيه إلا القليل فهذا الأمر كله الله تبارك وتعالى هو الذي يعني يبسط رزقه لمن يشاء سبحانه وتعالى وهو الذي يضيق رزقه جل وعلا على من يشاء فتنه وابتلاء واختبار منه سبحانه وتعالى لهؤلاء وهؤلاء أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسطه البسطه والتوسع ويقدر يضيقه سبحانه وتعالى كذلك على من يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك في توسيع الرزق لبعض الخلق وفي تضييقه لبعض الخلق آيات أولا آيات على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى تصريفه لشؤون خلقه جل وعلا وأن الأمر بيده جل وعلا كذلك آيات اختبار لأن هذا العبد الذي وقع عليه يعني هذا الابتلاء بالتضييق يختبر هل يصبر على هذا والعبد الذي وص عليه هل يشكر ربه سبحانه وتعالى لكن لا يستفيد بهذا إلا الذين يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى فالذين يؤمنون هم الذين يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده يعني مقاليد الأمر كله وما فاتح الرزق كلها بيد الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في عباده جل وعلا فهؤلاء الذين يؤمنون هم الذين يستفيدون بهذه الآية وأما الكافر فإنه يعمى فإنه يعمى فحال الغنى يبطر ويطغى ولا ينسب هذا الفضل لربه تبارك وتعالى وفي حال الفقر يذل ويخزى ويصيبه الإحباط واليأس من الرحمة ولا يرجع إلى ربه تبارك وتعالى لبعضهم لا في هذا ولا في هذا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ثم وجه الله تبارك وتعالى نداءه إلى عباده كلهم أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى وأنه يتقبلهم مهما سلف منهم من المعاصي لكن إن سلكوا طريق الله تبارك وتعالى قل أمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه قل يا عبادي نادي عباد الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى لما سئل ما أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى قال كثير من أهل العلم للقرآن والفهم له هذه أرجى آية في كتاب الله وذلك أن هذا نداء من الله تبارك وتعالى لكل عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي أيا كانت هذه المعاصي كفرانا بالله تبارك وتعالى سبا له شتما له استهزاءا برسوله رد للأمر صدا عن سبيله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعن أسرفوا يعني جاوزوا كل الحدود أسرفوا مجاوزة الحد والبعد عن طريق الاستقامة والعاد أسرفوا على أنفسهم وقول الله تبارك وتعالى أسرفوا على أنفسهم أنه على أنفسهم وذلك أن العبد لا يكسب إلا على نفسه فإن الله تبارك وتعالى لا تضره المعصية جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله القنوط اليأس وانقطاع الأمل والرجاء يعني لا تقطعوا أملكم ورجاءكم في الله تبارك وتعالى ويصيبكم اليأس والإحباط وأنه ليس هناك يعني فسحة مرة ثانية للقبول عند الله تبارك وتعالى لا لا تقنطوا من رحمة الله فإن رحمة أيا كانت هذه الذنوب شركا كفرا صدا عن سبيل الله مهما كان هذا الذنب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه الله سبحانه وتعالى هو بالتأكيد الغفور كثير المغفرة الرحيم بعباده سبحانه وتعالى هذه الدعوة من الله تبارك وتعالى وهذا النداء من الرحيم من الله تبارك وتعالى إلى خلقه بيعني ألا يكون هناك يأس وقنوط من رحمته مع ما سلف من العبد مهما سلف منه من الذنوب بين الله تبارك وتعالى الطريق التي يقيل الله تبارك وتعالى يعني عثلة هذا الإنسان ويغفر ذنبه ويقبله قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا أنيبوا الإنابة هي الرجوع يعني ارجعوا وترجعوا إلى من؟ إلى ربكم فالله يدعوكم إليه سبحانه وتعالى وهو ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أسلموا استسلموا الإسلام هنا بمعنى الإذعان والانقياد والطاع والخضوع يعني استسلموا لله تبارك وتعالى بقلوبكم بأعمالكم أي بطاعتكم فبوجهتكم فاجعلوا إسلامكم لله تبارك وتعالى أسلمنا له بمعنى إن قاد له وأذعن له وخضع له وأسلموا له إن قادوا له وأذعنوا له سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا هذا التحذير من قبل أن يأتيكم العذاب إن ضللتم على طريقكم في المعصية عذاب سواء كان عذاب في الدنيا يحل بكم وأنتم على شرككم وكفركم وعذاب الآخرة الذي ينتظر إذا مات الإنسان وأتى ربه سبحانه وتعالى بمعاصيه بكفره وشركه فهذا لم يعد هناك فسحة لأن يخرج من هذا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لا تنصركم أحد لا تنصرون على الله تبارك وتعالى ما أحد يستطيع أن ينصركم بمعنى أن يخرجكم من عقوبته سبحانه وتعالى ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وكل ما نزل لنا من ربنا سبحانه وتعالى هو أمر حسن فاتبعوا كلام الله تبارك وتعالى لأن قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله لا قول أحسن من قول الله تبارك وتعالى ولا حديث أصدق وأحسن من حديث الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأحسن هنا بمعنى الحسن وجاء هنا أحسن هنا الأفعال التفضيل هنا ليس يعني على بابه وإذا كان على بابه تفضيل على بابه فيكون يعني يكون هناك الحسن والأحسن فالحسن كالعدل والأحسن كالإحسان وما هو فوق العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائذ القربة فإذا أخذت بالأحسن أخذت بالمستحب الأفضل فالانتصار من العدو الانتصار لنفسك بأخذ حقك له عدل وأما مقابلة الإساءة بالإحسان فهذه فضل وإحسان ولا تسوي الحسنة والسيئة ودفع باللتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فيكون الأحسن هنا إذا كان على بابه بمعنى المستحب والأفضل تبع هذا يعني لا تكتفي بالفريضة وإنما عليك بالنافرة ولا تكتفي بالعدل وإنما عليك كذلك بالإحسان بما هو زيادة عن العدل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون من قبل أن يأتيكم العذاب بغته إما عذاب الدنيا الذي يأتيكم بغته كأن يفاجئك عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا ومن مات فقد قامت قيامته وبدأ العذاب من هنا ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فالملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم وهم هنا عندما يتوفونهم في هذه الدنيا أو العذاب بغته عندما يموت الإنسان ثم يفجأه العذاب بعد ذلك يرى العذاب أو بغته عندما يبعث من القبر بعد ذلك ثم يبهته العذاب ويفاجئه العذاب الذي لم يكن يحتسب ولم يكن يتوقع واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته فجأة وأنتم لا تشعرون ساهي لاهي كان في هذه الدنيا في لعبه ولاهوه وثم فاجأه العذاب إما بالموت وإما بالبعث والنشور فيفاجئه العذاب الذي لم يكن يحتسب أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يعني الله تبارك وتعالى يحذر هذا التحذير ويبين هذا البيان حتى لا تقول نفس أن تقول نفس يوم القيامة يا حسرة تأسف وتحسر من هذه النفس يا حسرة يعني يا حسرتها يا حسرتي يقول الكافر على ما فرطت في جنب الله تفريط وهو أنه تضيع يعني ضيع حق الله تبارك وتعالى على ما فرطت في جنب الله في حقه سبحانه وتعالى فقد فرط في حقوق الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى فيتحسر على هذا الأمر قد أمره الله تبارك وتعالى بتوحيده فلم يوحد بالصلاة فلم يصلي بالصوم فلم يصم بالطاعة فلم يطع وإنما جعل هذه المعصية فهذا فرط في حق الله تبارك وتعالى حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت يعني يتذكر هذا الإنسان ويعترف على نفسه أنه قد كان من الساخرين بالدين بالرسول مستهزئ بهذا بيوم القيامة ببعث يعني كنت من الساخرين بالدين كله وأنا في الدنيا كنت أسخر من هذا وأقول لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقوبة ولا جنة ولا نار قد كان يستهزئ بهذا وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين هذا كذلك مما يعني تحتج به هذه النفس الظالمة عندما تأتي يوم القيامة ويلقي بعد ذلك بالنوم باللوم على القدر وأن الله تبارك وتعالى لو كان هداه وجعله من المهتدين لكنت من المتقين أو تقول تحسرا كذلك وتأسفا لو أن الله هداني لكنت من المتقين وهذا تعليق الأمر هنا على يعني القدر لا يفيد وذلك وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أعذر لعباده ببيني طريق الحق وتفصيل هذا الأمر والعبد كان عليه أن يسعى إلى طريق الله تبارك وتعالى وأن يجاوز طريق الشيطان لكنه اتبع هواه وأخذ يعني ذلك الطريق الآخر لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول يعني هذه النفس التي فاجأها العذاب ورأت ما لم تكن تحتسب لو أن لي كرة تمني لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يعني يا لي تلي كرة تمنى أن تكون له كرة الكرة الرجع إلى الدنيا يعني رجع مرة ثانية إلى الدنيا فأكون من المحسنين الإحسان وأهل الإحسان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى واتبعوا طريقهم فيجاب على كل تحسراته وتأسفاته هذه السابقة بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى يعني يا أيها العبد قد جاءتك آياتي يقول الرب تبارك وتعالى قد جاءتك آياتي في الدنيا جاءته وصله رسالة الرب تبارك وتعالى آيات الله تبارك وتعالى المتلوة هذه المقروة في كتاب الله فكذبت آيات الله صدق وهو كذبها قال إنها ليست بالصدق كذب كذبها نسب كلام الله تبارك وتعالى إلى الكذب فكذبت بها واستكبرت يعني استكبرت طلبت العلو والكبر أن تذعن لآيات الله تبارك وتعالى وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت من الكافرين وكنت في الدنيا من الكافرين أعلمت الحق وعرفت أن هذا صدق ولكنك كفرت به وجحته فهذا الذي يعني أوصلك إلى ما وصلت إليه وكنت من الكافرين ثم قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين قبل أن نجاوز هذه الآية نجد أن الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أن مغفرة هذه الذنوب إنما هي بالتوب أو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وليس إن الله يغفر الذنوب جميعا يوم القيامة فيغفرها سبحانه وتعالى لمن يشاء لا بل إن الله تبارك وتعالى في الآخرة لا يغفر الشرك به والكفر به إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذي يغفره الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويسامح به يعني من شاء من عباده هو كل ذنب دون الشرك وأما الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره الشرك والكفر الناقل عن الملة الذي يجعل هذا الإنسان مجرم كما قال جل وعلا إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم هذا حتم لا يموت فيها ولا يحيا فهذا لا تغفر ذنوبه فقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى بدليل قوله بعد ذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إذن لا بد توبة وطاع لا بد من توبة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى الخروج عن هذا الذنب ثم طاع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هذه هي الاستقامة على الأمر الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب هذا المتاب الحقيقي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وبغته وأنتم لا تشعرون وقد أخذ أهل العلم من هذه الآيات شروط التوبة المقبولة عند الله تبارك وتعالى وهي إقلاع عن الذنب لابد من الإقلاع عن الذنب وأنيبوا إلى ربكم لابد من العزم على عدم العودة لأن من عزم أن يقلع عن الذنب الآن وعزم أن يرجع إليه أو كان في نيته أن يرجع إليه بعد ذلك فهذا لم ينب إلى الله تبارك وتعالى ولم يتجه إلى الله تبارك وتعالى ما دام أنه في نيته أن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية فلابد مفارقة الذنب وعزم على المفارقة الأبدية وأنه لن يعود إلى هذا الذنب الأمر الآخر لابد من الندم على هذا لأن هذا أصل التوبة أن يندم على أنه فعل هذا الفعل وأنه قد يؤاخذ به عند الله تبارك وتعالى فيبكي إليه على خطيئته ويستغفر الله تبارك وتعالى من ذنبه فهذه أركان ثلاثة لابد أن تتحقق لمن يعني يصدق يريد التوبة فهذه التوبة النصوح والتوبة الصادقة لابد من قيامها على هذه الأركان مفارقة للذنب عزم على عدم العودة يعني مفارقة أبدية وليس مفارقة وقتية أنه يترك هذا الذنب ثم يعود إليه بعد ذلك ثم ندم على هذا الفعل واستغفار لله تبارك وتعالى ثم هذا في حقوق العباد في حقوق الله تبارك وتعالى يبقى حق رابع وهو أن يرد حقوق العباد إليهم أو يستسمحهم فيها فلابد من استسماح العباد في من أكلت ماله أو غصبت أرضه أو سببته أو شتمته أو اعتديت عليه بصورة من صورة الاعتداء كذلك من خروجك من الذنب أن ترد يعني هذه المظالم إلى أهلها كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه الآن قبل أن لا يكون دينار ورادرها يتحلل منه يقول حللني يعني أستميحك عذرا لهذا أو خذ من مالي خذ من عرضي ما تشاء في مقابل ما يعني ظلمتك به وأخذت به من حقك حتى يحللها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فهذه شروط التوبة المقبولة ثم إن الله تبرك وتعالى قطع كل عذر يعتذر به من يأتي يوم القيامة بالشرك بالكفر وأنه لا يفيده هذا لا يفيده أن يقول يعني يا حسرة على ما فردت في جنب الله تحسره في هذا الوقت ولو بكى بكاء يقطع قلبه فهو لا يفيد أو أن يقول يعني لو أن الله هداني لكنت من المتقين هذا كذب فإن الله تبرك وتعالى قد بين له الطريق ولذلك قال جل الله على بلاء قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين كذلك أن يتمنى العودة إلى هذه الدنيا فهذا لا يكون أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كل هذه الأمان والتمنيات في هذا الوقت لا تفيد ثم يشرع الله تبرك وتعالى في بيان ما سيكون عليه يعني حال هذا النادم يوم القيامة وهذا نأتيه إن شاء الله في الحلقة الآتية أستغفر الله لي ولكم كل ذنب صلى الله وسلم على عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر